اشتركوا في القناة ابن أبي السرح هو شخصية إسلامية جدلية في التاريخ الإسلامي حيث كان من كتاب الوحي ثم ارتد عن الإسلام هل كان يحرف بعض آيات الكرآن؟ خلينا شوف الإجابة بتقول إيه أولا سمى خلط عند كثيرين بين شخصياتين ارتد في عهد النبي مما جعل الأمر كذلك اشتركهما في كتابة الوحي ووقوع الردة منهما إلا أن الحقيقة إنهم شخصياتين مختلفتين فالأول هو عبدالله ابن سعد ابن أبي سرح والثاني هو رجل نصراني لا يعرف اسمه والأول كان ارتد ثم رجع إلى الإسلام في فتح مكة والثاني بقى على ردته ومات ولفظته الأرض وكان آية الناس والثاني هو الذي زعم أنه كان يغير في كتاب الوحي ليس الصحابي الجليل عبدالله ابن أبي السرح يبقى هنا بيقول لك إيه إن فيه تنين من كتاب الوحي ارتده واحد بيقوله إنه ما نعرفش اسمه والثاني عبدالله ابن أبي السرح وخلينا نكمل الإجابة ثانياً أما الأول فهو عبدالله ابن سعد ابن أبي السرح أبو يحيى الكرش العامري أخو عثمان ابن عفان من الرضاعة كان النبي قد أحضر دمه ثم استأمن له عثمان فأمنه النبي وأسلمه وحسن الإسلام عن سعد ابن أبي وقاس قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله الناس إلا أربعة نفر وإمرأتين وسماهم وابن أبي سرح قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان ابن عفان فلما دع رسول الله الناس إلى البيع جاء به حتى أوقفه على رسول الله فقال يا نبي الله بايع عبدالله فرفع رأسه فنظر إليه سلاسة كل ذلك يأبى فبايعه بعد سلاسة ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو مأت إلينا بعينيك فقال إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه النسائي وأبو داود وصحاح الألباني في صحيح النسائي دلوقتي رسول الله لما دخل مكة قال إيه على أسماء ناستة قتل حتى لو وجدوهم تحت أسطر الكعبة وكان منهم ابن أبي السرح فعبدالله ابن أبي السرح راح استجربه عثمان عثمان دا كان أخو من الرضاعة ولما الناس باعت الرسول عثمان جابه علشان يبايعه فالرسول كان رفض يبايعه وبعد ثالث مرة طلب منه راح وافد ورح قال للصحابة إيه لما أنتوا شايفيني مش راضي أبايعه مفيش فيكم راجل بيفهم كان قتله قالوا له طب كنت غمستلنا رح قال لهم إيه وما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين وتعالوا دلوقتي نشوف هو ارتدي ليه في صورة الأنعام تلاتة وتسعين في تفسير الكتوب يقول إيه من قال سأنزل مثل ما أنزل الله من في موضع خفض أي ومن أظلم من من قال سأنزل والمراد عبدالله ابن أبي السرح الذي كان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد ولحق بالمشركين وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون إنه لما نزلت الآية التي في المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة المنتين دعاه النبي فأملاها عليه فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأنا خلقا آخر عجب عبدالله في تفصيل خلق الإنسان فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فقال رسول الله وهكذا أنزلت علي فشك عبدالله حين أزن وقال ولأن كان محمد صديقا لقد أوحى إليك بأوحى إليه ولأن كان كذبا لقد قلت كما قال فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين في تفسير الطبر بيقول لنا إيه عن السدي من أظلم ممن أفتر على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيئا إلى قوله تجزون عذاب الهون قال نزلت في عبدالله بن أبي السرح كان يكتب للنبي فكان إذا أملأ عليه سميعا عليما كتبه علما حكيما وإذا كان قال عليما حكيما كتب سميعا عليما فشك وكفر وقال إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحى إليه وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله فقال محمد سميعا عليما فقلت أنا عليما حكيما فلحق بالإيه مشركين يبقى كاتب الوحي كان بيقول كلام قبل ما ينزل ومحمد يقول إيه هكذا أنزلت يبقى إحنا عندنا أول إشكالية هو في حد يقدر يجيب زي القرآن والقرآن قاعد يتحدى بيقول هاته آية من مثله أهو كان كاتب الوحي بيقول قبل حتى ما ينزل الوحي الإشكالية التانية هل عبدالله بن أبي السرح كان ليه اختيار ثالث ما هي إما يتقتل يا إما يرجع للإسلام لأنه محمد قال اقتلوهم حتى لو وجدتموهم تحت أسطر الكعب يعني مفيش مفر فالحل إنه كان إيه يستجير بعثمان وعثمان ده كان أخوه من الرضاعة فهو هو مرجعش من نفسه حبا في الإسلام وبعد كده كمان احنا بنشوف إنه عثمان إيه راح ولا على مصر يعني فلوس وحكم ومال فطبعا ما يرجعش للإسلام ليه يعني إن شاء الله فكان رجع من نفسه لو كان بيحب الإسلام فيبقى السؤال إن كاتب الوحي ارتد وكان هيتقتل وتابعوني في الحلقة الجاية من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر